السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة مساء الاخبار معكم مازن المصري تحياتي لكل المتابعين والمشتركين اللي هرحب بيهم في اخر هذا الفيديو فيديو النهاردة عن دولة عربية وهي من اهم الدول في المنطقة وهتكلم عليها بالتفصيل قبل ما نبدأ لو اول مرة تشوفنا اشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات ويريت لايك للفيديو لو عجبك اه زي ما قلت في الفيديوهات السابقة احنا بقينا نعمل بالمصدر زي ما انتم شايفين ولا نتوقع اي شيء اه الا الخير اه لكل الدول وبنجيب الخبر من مصدره زي ما انتم شايفين كده في الصورة علشان اه الناس اه بساعات بتشك في الكلام اللي بنقول رفع حالة الطوارئ ونوة كبيرة اه هنقول التفاصيل بتاع الايام اللي جاية والعلم عند الله دي تفاصيل من خلال الارصاد او خبراء الارصاد الجوية مش مش من تألفنا مش من عشان بس الناس ما يختلطش عليها الامر موجة من التاقس السيء تضرب المحافظات امطار غزيرة ورياح شديدة اه بمدن وكرة الشرقية ازالت الامطار بمدارس مطروح اغلاق ميناء العريش اه وتوقفت حركة الملاحة اه بالبرولوس والبحر المتواصل طبعا احنا بنتكلم عن اه جمهورية مصر العربية اه هنتكلم ونقول علشان اليومين دول وفي حاجة في اخر الفيديو مهمة لازم تابعوا الفيديو للاخر اه زي ما بنقول العلم عند الله شهدت غالبيت محافظات الجمهورية حالة من التاقس السيء شملت رياح وسقيع وهطول امطار بين متوسط الى غزيرة يعني الامطار اه بين متوسطها وغزيرة وفقا لخبراء الارصاد يسود تاقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا دي خبراء الارصاد مش اه حد بيقول ده دجل وديش عوازها والكلام الفاضي ده عشان اه يعني بدون تبرير ولكن انا زي ما اعتبركم بشوف كل التعليقات اه استبلغ درجة الحرارة على المحافظات ستاشر درجة للعزمة واحداشر للسهرة في بعض الدول ممكن تستغرب من الكلام ده بتقول ان احنا بتوصل عندنا للسفر وتحت السفر كمان ولكن اه الجدير بالذكر في الموضوع ده ردا على هذا السؤال علشان لو جيه في دماغك او في دماغك مصر مش معتادة على هذا الجو ده رد بسيط الدول اللي بيبقى عندها سفر وتحت السفر بيبقوا اخدين على الكلام ده اه او اخدين على درجة حالة واحد اتنين تلاتة احنا ما عندناش الكلام ده حيث بلغت سرعة الرياح تاته اربعين كيلو اه في الساعة واتجاهها ماش دي الاتجاهات مش مهمة اوي اه الامواج بس يتراوح اه يتراوح ارتفاعها من اتنين الى تلات امتار ودي اه ارقام كبيرة ودرجة الرؤية على مناطق السفر بتبقى اه غائم جزئيا يعني الجو بيبقى فيه ضباب وعلانات الهيئة العامة للارصاد الجوان المصرية تقاصل الصحب المتوسطة طبعا الكلام اللي انت عارفينه ده وفي بعض المدن اه هيبقى فيها الجو منخفض جدا او التقس منخفض زي جنوب السعيد والسواحل الشمالية وحلاب وشلاتين ومارسة مطروح اه ومارسة علم وده اه ممكن اه اصحابها سكوت امطار شديدة اه في ناس ممكن تقول زي برضو منطقة الدلد في ناس ممكن تقول اه هو احنا قلبنا الموضوع اه حالة الطقس وحالة المناخ والكلام ده كله ولا احنا بنحاول نجيب متفرقات من كل الدول العربية وزي ما قلت محدش هتوقع خطوة لقدام لان اه العلم كله عند الله وهنبدأ في الفترة اللي جاية نجيب لكم وقلت هغير في المحتوى آآ تدريجيا بمعنى ان كل حاجة هتبقى بالمصدر زي ما انتم شايفين علشان الناس اللي بتشكك في اي كلمة بنقولها آآ منطقة الاسكندرية شهدت آآ هطول امطار متوسطة مع استمرار في الصحب المنخفضة آآ وانخفاض حدفة درجات الحرارة على كافة الانحاء آآ ايضا اديها حاجات عن المرور والكورنيش وبقير والكلام ده مناطق في اسكندرية بنوجه تحية لاهل اسكندرية لو في حد بيشوفنا اكتب لنا في التعليقات آآ وايضا آآ في منطقة الشرقية ومحافظة الشرقية كان فيه مجم الامطار والرياح الشديدة وفيها صحب والكلام ده كله وممكن آآ التتوقف ممكن احنا بنقول الكلام ده برضو مش توقعات مننا ولكن آآ من خبراء الارصاد الحياة ممكن مش هتتوقف ولكن هيبقى فيه تعطيل لبعض آآ المصالح في خلال الامات الجاية عشان التقس السيء حركة السيارات وكلام ده كله آآ برضو ده بيأثر على الناس اللي بتنزل الصبح بدري ولقدر الله لو في استبدال آآ حاجات تلفة آآ لمنع حدوث حوادث الساق الكهرباء وده مهم جدا لان بنشوف في بعض الدول اللي هي غير مؤهلة للامطار بنشوف آآ بعض الحوادث اللي من نوع ده ولكن الحمد لله في فترة الاخيرة كانت قليلة في مصر ويا رب ما يحصل في اي دولة من دول العالم كله آآ ايضا منطقة الغربية آآ كان فيه شوية تعليمات مع التنسيق مع الجهود آآ او الجهات المعنية آآ منها الكهرباء والمية برفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات التقس زي ما قلت في الفترة اللي جاية هيبقى فيه آآ يعني آآ شوية قرارات كتيرة كده بخصوص هذا الشأن علشان خاطر آآ ما يحصلش آآ بأمر الله اي حاجة تتعرض لها آآ مصر او المناطق المعنية اللي احنا قلناها دي وبأمرك يا رب ما يحصلش الا كل خير لمصر وكل الدول العربية وخليكم معنا في الجزء التاني من الفيديو ده مهم جدا. طيب زي ما شفنا في في مصر ودول كتير جدا وهنتكلم عليها ولكن زي ما شفنا في مصر آآ درجة الحرارة اللي هي بقت منخفضة جدا وبعض الاماكن في امريكا آآ سفر وتحت السفر زي ما قلت ودول تانية كتير بنشوف على النقيد من ده آآ وسبحان الله طبعا آآ يعني بنشوف من حاجة آآ برد جدا الى حاجة درجة حالة تتجاوز الخمسين ده في نفس اليوم يعني اماكن بيبقى فيها تلج ودي من حكمة ربنا طبعا يعني واكيد هو لي حكمة في ده ولكن انا ببين لكم بعض النقاط اللي الناس ساعات بتقول آآ يعني كلام ما يتقلش ولكن احنا بنجيب ده آآ زي ما انتشايفين بالمصدر اهو آآ الاولاني جبنا المصدر بتاعه ده المصدر موجود اهو بتقدر تشوف الحاجات دي موجودة على الانترنت جوجل وفي اي مكان ممكن تعمل سيرش الحرارة في استراليا تتجاوز آآ خمسين درجة مئوية آآ في وقع لم تحدث منذ نصف كرن يعني حتى المنطقة دي او المكان ده في استراليا ما حصلش في آآ آآ ده من نص من نصف كرن سجلت استراليا آآ اليوم الجمعة اعلى درجة حرارة منذ اكثر من نصف كرن آآ وحذر العلماء آآ بان الوضع يقترب من خروج على السيطرة آآ ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية ان تكتاح موجة آآ شديدة من الحرارة على السحر الغربي آآ بدور الدخول في تفاصيل ولكن ده آآ ما تسجلش في آآ استراليا من آآ اتنين وستين سنة فاتت آآ في مصر شفنا ان في بداية تحذيرات ان الموضوع ممكن يقدي الى توقف آآ الحياة لمدة ساعات او لمدة ايام وشوفنا ده من كم يوم في اليابان وكان فيه شلل تام بخصوص التلج آآ كان فيه شلل في الدولة كامل هنا بقى هنشوف آآ في استراليا هنشوف آآ ناشدت السلطات الاسترالية آآ السكان بعدم الخروج اليوم من منازلهم يعني من البرد اوي للحر اوي يعني سبحانك رب وتعتبر استراليا اكبر آآ دول العالم من حيث كمية امبعثات غازات الاحتباس الحرارة ودي مشكلة تانية كبيرة جدا تستخدم آآ مصادر الوقود الاحفوري آآ يعني فيها حاجات كتير آآ محتاجين نتكلم عليها ولكن زي ما قلت آآ هبقى اتكلم معكم في آآ هذه الاشياء في فيديوهات تانية ولكن زي ما قلت بجيب لكم من اليمين ومن الشمال علشان خاطر الناس تبقى موجبة كل اللي بيحصل في انحاء العالم ربنا يسترها كمان دولة تونس فيها بعض آآ يعني التقلبات دولة العراق دول كتير جدا ولو انا ما تكلمش عن دولتك اكتبالي في التعليقات وان شاء الله في الفترة اللي جاي هيبقى فيه فيديوهات مختلفة على مدار اليوم بازنك رب واحنا بنحاول فترة دي نغير ونجدد علشان الناس ما تزعش من محتوى واحد آآ في نهاية الفيديو بحب بشكر آآ كل المتابعين وكل الناس اللي كتبتلي في الفيديو اللي فات المتابعين اللي زي ما قلت اتكلموا في الفيديو اللي فات او بنا تعليقات آآ سوزان اهلا بك يا سوزان بتول ربنا يسلم ويسطر يا رب امين شيماء بتول الله يسر على المؤمنين في كل مكان يا رب امين يا رب آآ في الاستاذة اللي هي اولها ايستي ديلي او ديليوز دي موجودة معايا بقالها كتير واتحيالي انسيت الاسم آآ وامل تحياتنا لها الاول وامل اللي هي الاكاونت اللي باسمه الغريب الغريب تحياتي لك يا امل واستاذة غادة طبعا موجودة معنا على طول والاكاونت ده برضو بيكتب لنا على طول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته استاذ مزرين محترم ازايك ربنا يخليك يا رب يا استاذة انا برضو الاسم يا جماعة الناس اللي بتكتب الاكاونت بتاعها كده يا ريت تخليه باسمها لو تحب او حتى اللقب بتاعها اللي بحبيني اقول بي اه والاكاونت ده بيقول سلام عليكم اخي ماذا نحفظ كل العرب يا ربي كرامك شكرا تحياتي ليك والاهل الجزائر اه استاذة غادة مرة تانية من الاردن اه وايمن بيقول كسرة الزلازل من علامات الساعة الصغرى اهلا بيك اه اه ايمن او ايمان امونة اه فيفي اللي هي استاذة مايا اهلا بيك يا رب اللهم امين وتحياتي لحضرتك والاهلك في الجزائر كلهم اه رزان مسائل فل عليك يا رزان تحياتنا ليك قاسم اهلا بحضرتك اه الغز علي او خز علي اهلا بيك اه منور الدنيا متهالي اول مرة تشوفنا وتحياتنا ليك اه مجدة او مجيدة اهلا بحضرتك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اه رزان بتقول لي ما فيش بس النهاردة متهالي انت كنت بتشوف البس وما بتكتبلناش بس ان شاء الله عمل لك بس تاني قريب انت وكل المتابعين زهرة اه وعليكم السلام واستاذة زهرة منورة الدنيا كلها اه نهى او الدكتورة نهى مسائل فل عليك وتحياتنا ليكي اه نجمة واستاذ ماهر ربنا يخليكم متشكر جدا على الكلام ده استاذ فاروق اهلا بحضرتك اه السلام عليكم استاذ ماهر جمعة مباركة امين يا رب اه صليحة اهلا بحضرتك اه وتحياتنا ليكي عضرم الجزائر تحياتنا ليكي عضرم انت عالطول بتكتبين اه شهد اهلا بحضرتك منورة ومنال كتبانا مرتين او تلات مرات متشكر جدا جزاك الله كل خير ونعطيك العافية متشكر لحضرتك جدا واستاذة دليلة منورة منورة الدنيا كلها اه الاكاونت ده بيقول الله يا كريم اكو بارك فيك متشكر جدا والله اه تحياتنا ليك اخوك ابو طلال الطباخ اه باقعك كباب المشوي اهلا بيك ابو طلال تحياتنا ليك اه وتشرفنا اه يقين اهلا بيكي وحيدة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاي حضرتك اهلا بيك شكرا اهلا بيك فلسطين طب مني على فلسطين ومدينة سانت لويس في امريكا ان شاء الله هيبقى في اه فيديو تاني النهاردة اه عن امريكا تابعوا لانه فيديو مهم جدا تحياتي ليك مازن اه من لبنان تحياتنا ان اي ايه اه سوسو كمان منورة الدنيا سوسو كلها اه احنا بالعكس كنا مبسوطين عافي ان انت كنت عايزة البس المباشر وانا هعمل لكم بس ليكم مقصوص والله رادية اهلا بيك يا رادية مساء الفل عليك وتحياتنا ليك عطول بتكتبين امي مالين بتقول انتو كناك هزابة جدا بنشكرك ويا رب نكون عند حسن ظنك دايما خديجة اللي بتقول اللي عليكم السلام ورحمة البركاته متشكر جدا استاذة خديجة ابو عيسى اهلا بك ابو عيسى كي سيفن منور الدنيا حبيبي وانت بتكتب لنا على طول اه اكاونت تاني على طول بيكتب لنا اه تانجر تيفي اه عليكم السلام من دولة المغرب تحياتي لحضرتك والاهل المغرب نسرين ياسين متشكر جدا على التعليق بتاعك يا استاذة اه نسرين شرفتيني حليمة مساء الخير اه ربنا يخليك رب يستر اندونيسيا من الزلزال ربنا يخليك يا حليمة وتحياتنا ليك على طول متابعتك دايما انا عارف مهدي صالح من العراق حاضر تحياتنا ليك والاهل العراق مساء الفل عليك اه الاكاونت ده على طول بيك ده بحر اه افتقرتك بحر اه لو عايز تغير الاسم ده تنور اه متشكر جدا الكلام الحلو ده التامر السيسي اه بيقول طب لو سمحت لو سمحت حضرك مراحلتش ان زلزال ابروس اه اثر على مصر كان كوته ستة وستة وايضا زلزال اندونيسي كوته ستة وستة هل هذا طبيعي اه لأ ده طبيعي لأ طبيعي جدا الاستاذ تامر ما فيش اي حاجة فيه غير طبيعية وتحياتنا ليك السلام عليكم اكاونت اولو اتش اتش عليكم السلام صديق زعيم تحياتنا لحضرتك بتكتبيني على طول وامو اسلام واستاذة سلوة ربنا يخليك اه نعيمة اه حاضر من عيني استاذة نعيمة وليلة امين يا رب وجميلة او دي جميلة اهلا بحضرتك اه متشكر جدا على هذه التعليقات وارب دايما نكون عند حسن ظنكم وبنحاول دايما نقدم لكم اه في قناة مساء الاخبار كل جديد خليكم معنا وان شاء الله بامر الله هيبقى فيه بس مباشر جديد للمتابعين وعن المتابعين ربنا يحميكم دايما من كل الكوارث والمصائب ربنا يجعلها سنة سعيدة على كل الناس شكرا واشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر